لكن عندي موضوعين هتكلم فيهم سريعاً أول موضوع متعلق بالقرار المنتظر من لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بشأن شكوى النادي الآلي وشكوى حسين الشحات بشأن لجوء لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي إلى القضاء العادي بالمخالفة لليحة النظام الأساسي في الاتحاد الدولي أعتقد ده موضوع النهاردة بيشغل بال كل الناس وكل الرأي العام لأنها وقعة جديدة بتحصل في الملاعب المصرية اتحاد الكرة سبق وأقر أن هذه مخالفة صارخة لليحة النظام الأساسي للاتحاد المصري وللاتحاد الدولي وعلى هذا الأساسي للاتحاد المصري حول الشكوى للجنة الانضباط للاتحاد المصري لو شايف إن ما فيش مخالفة ما كانش حول الشكوى للجنة الانضباط ولكن لجنة الانضباط أكيد استدعت اللاعب بالأمس ويسألته إيه الأسباب؟ رحت للقضاء العادي ليه؟ ليه؟ ما كانش عندك طرق قانونية من خلال الاتحاد المصري وأكيد تفاصيل كتيرة الصورة كلها هتتضح أمام لجنة الانضباط دلوقتي احنا في انتظار القرار اللي هيصدر خلال الساعات الجارية من لجنة الانضباط هلا يكون فيه جلسة تانية؟ وارد جداً هلا يكون فيه اجتماع تاني لاستبيان موقف قانوني ما؟ مع المسؤولين في اتحاد الكرة ده وارد جداً وارد جداً طبعاً لجنة الانضباط توجه خطاب للإدارة التنفيذية في اتحاد الكرة تطلب منه استفسار معين على بعض النقاط المتعلقة بلواحي الفيفا لأن أكيد الشأن هنا شأن رياضي محتاج برضو استطلاع رأي في مسائل قانونية تتعلق بمواد الاتحاد الدولي هل القرار ممكن يصدر خلال ساعات أو ننتظر رأي اتحاد الكرة مع لجنة الانضباط؟ ده وارد جداً خلال الأيام اللي جاية أو الساعات اللي جاية ولكن كل ما أنا أتمنى خلال الفترة اللي جاية أن في قضية محددة في شأن واحد وهي مخالفة ليحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي والاتحاد المصري وهناك مخالفة لليحة الترخيص في الاتحاد الافريقي فبالتالي أنت عندك مخالفة واضحة في هذا الشأن ما هو متبع في مثل هذه المواقف؟ أكيد هنشوف القرارات المنتظرة في الفترة اللي جاية ولكن وقعة المباراة بأحداث المباراة بتقرير المرائب دي أمور بعيدة عن الشكوى لأن الشكوى محددة في نقاط محددة كما هو معلن في الفترات السابقة الشكوى متقدمة من حوالي 3-4 شهور تم استدعاء كذا مرة ولكن هنشوف في النهاية القرار إيه؟ ناس كتيرة بتقول يا جماعة نروح للاتحاد الدولي أنا سبق وطلعت هنا وقلت كل اللي بتقال دا كلام غلط ما فيش حاجة اسمها تروح للاتحاد الدولي لازم تستوفي كل الطرق القانونية هنا في مصر بعد ما تستوفي كل الطرق القانونية حتى لو هتستأنف على القرار السلبي إن ما فيش قرار صدر بعدها تروح للاتحاد الدولي أو للمحكمة الرياضية لكن تروح برا كده على طول كلام دا أصلا غير قانوني وعلى طول هتاخد عدم اختصاص والموضوع من بدايتنا هيتقفل فبالتالي لازم تنتظر هنا القرار اللي هيصدر سواء من الاتحاد المصري أو لجنة الانضباط